بكم الانطلاق موفق سليم بإذن الله تعالى شوطنا الحادي والعشرون خصص للأبكار للانتاج والمنتقين مقدمة شوط مباشرة لنجد على الصدارة ثمينة تعود الملقية حمد بن سعيد بن راشد هلخ ريبان النعيمي من يقدم لنا ثمينة والشوط ثمين بالفعل شوط المنتقين مع الصدارة ومع المقدمة تاني المراكز من ترافق ثمينة مع البداية والصدارة تنطلق مباشرة وتأتينا اللي هي مهابة تعود الملكية لعلي بن محمد بن قناص العامري من يقدم هذا الاسم مع المركز الثاني ثالث المراكز شرح سعيد بن هلال بن سعيد العفاري من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث المركز الرابع تأتينا بلش أحمد بن عبدالله بن سعيد بن فارس الدرعي مع المركز الرابع في هذه اللحظات وغيرت إلى المركز الثالث نشوف اللي في المركز الخامس الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات سالهودة عبدالعزيز بن جمعة بن مبارك الحبابي من يتابع هذا الانطلاق والشعار ومن الجانب الآخر هناك أرى اللي تتقدم غارة وشنة الغارة غارة محمد بن سعود بن صبيح الحرسوسي مرحبا أبو سعود بهذا الانتاج من يقدم لنا غارة غيرة للمركز الثاني وعينها على الصدارة والقيادة والريادة بن سعود مع المركز الأول المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس تأتي في هذه اللحظات الشهادة محمد بن عوض بن زيتون المهيري والقدوم القديد في هذه اللحظات ترى اللي هي الدانة راشد بن غانم بن سالم المنصوري من يقدم الدانة القدوم مشاهدين الكرام من دمعة بارك بن عود بن حمد العامري وهناك من تأتي العاصفة راشد بن محمد بن عيلان المنصوري أسامي تتقدم أسامي تنطلق مباشرة أعسيل أحمد بالخزع بالهركي العامري هكذا النتيجة ولنعوده مع الصدارة لنعوده مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول يا سلام غارة غارة على الصدارة غارة عمد بن سعود الحاسوسي يقدم هذا الانطلاق هو المسار الأول والانطلاق الأول يا بي السلام له الهيمة عودهم شعاره بن سعود المركز الثاني ثاني المراكز الدانة الدانة تعود الملكية من يقدمها راشد بن غانب بن سالم المنصوري وجواهر جواهر صباح بن قرازل العفاري قادم بكل قوة بهذا الانتاج قادرنا الكيلومتر الأخير العاصفة راشد بن محمد بن عيلان المنصوري ولكن من اللي وصلكم وصلكم عبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري مع الفاتنة وفاتنها الفاتنة فاتنها الفاتنة بشوط الانتاج هناك زعفران محمد بن عيل بن سعيد بن حمود الدرعي أول ذعلي زعفران أسامي يا أخوان القادم أحلى وصلت وسام سيل بن محمد بالطماطم العفاري أول ذعلي همع المركز الرابع يا سلام أربعة من المنتجين بدأوا اللعوم بالشوط بهذا الانتاج يا سلام المقدمة والصدارة انبشر على المقدمة هناك الفاتنة 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 تعود الملكية لعبد الله بن مبارك بن حمود المنصور العاصفة هبت هبوب العاصفة بهذا الانتاج الطيب راشد بن محمد بن عيلان المنصوري قدم لنا العاصفة وتيار العاصفة بالانتاج الطيب بناموس هذا الشوط يا بن عيلان يا سلام مع المركز الأول العاصفة راشد بن محمد بن عيلان المنصوري المركز الثاني من تأتي مشاهدين الكرام اللي هي زعفرانة العاصفة زعفرانة زعفرانة العاصفة الأمتار الأخيرة الأمتار القليلة زعفرانة العاصفة 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 تحمل الرقم واحد ما تسلمه إلا أن تهدي مالكها هذا الفوز والإبداع والانتصار راشد بن محمد بن عيلان المنصوري مع الانتاج والناموس والفوز فوزين يا بن عيلان الناموس ناموسين المركز الثاني من أتت زعفران محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدرعي المركز الثالث أتت في ثالث المراكز الفاتنة عبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري المركز الرابع وناك جواهر صباح بن قنازل بن سعيد العفاري والمركز الخامس هنا اللي هي الطيارة سعيد بن محمد بن سعيد بن يريو الدلعي أربع دقائق عشرين ثاني جزء واحد من الثانية العاصفة هنا راشد بن محمد بن عيلان المنصوري تهانيناء والناموس على هذا الفوز والانتصار أربع دقائق عشرين ثاني جزء واحد من الثانية زعفرانة قدمت أرتشكر عليه وإشكر مالكها محمد بن علي بن سعيد بن حمود الدلعي تهانيناء والناموس المركز الثالث 4 دقائق 21 ثانية 6 من الأجزاء اللي هي الفاتنة عبدالله بن مبارك بن حمود المنصوري رابع المراكز 4 دقائق 21 ثانية 7 من الأجزاء منتت مشاهدين الكلام المركز الرابع هناك اللي هي جواهر صباح بن قلازل بن سعيد العفاري خامس المراكز 4 دقائق 22 ثانية 7 من الأجزاء اللي حلت مع المركز الخامس هناك خامس المراكز اللي هي الطيارة بالفعل سعيد بن محمد بن سعيد بن ريو الدرعي هكذا النتيجة تهانينة والنموس لجميع الفائزين في هذا الصباح في أشواط الإنتاج والمنتجين وكما نذكر بالتوقيت الأفضل في هذا الصباح أمن تسجل تحت أقدام التوقيت الزمني بالفعل هناك التوقيت الأفضل من أتى بالتوقيت الأفضل والتوقيت الممتاز بهذا الانتصار والإبداع اللي هو فريح عبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري بالفعل 4 دقائق 16 ثانية وأربعا من الأجزاء هو صاحب التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات تهانين لكونا موسي بن حمود مع التوقيت الأفضل والتوقيت الممتاز في هذا الصباح